السلام عليكم هالفيديو كالعادي المحبي مسلسل فرام بدون اي مقدمات لايك للفيديو وسبسكرايب اول مرة بتشوفوني ويلا معد مراجعة حلقة الرابعة عن الموسم الثالث لمسلسل فرام بالبداية زي ما اتوقعت انه هالحلقة رح يكون فيها اكشن لكن ما رح يكون فيها اي اجابات وهذا اللي صار فعليا جدير بالذكر هون انه هالحلقة انقسمت الى قسمين قسم الاول اول خمسة وعشرين دقيقة لثاثين دقيقة تقريبا من الحماس والاكشن اما القسم الثاني كان قسم درامي لكن بشكل غير جيد لابد اني احكي شيء انه الحلقة كان مدتها خمسة واربعين دقيقة تقريبا والموسم الثالث مكون من عشر حلقات ليش ما عملوا الموسم مثلا ثمن او سبع حلقات وعبوا الحلقات اكثر وزادوا عشر دقائق لحتى يكون فيها احداث وفيها اجوبة لكن هيك الموضوع صار فيه مطمطة نوعا انه برأيي مع نهاية الحلقة الرابعة في كل حلقة من هاي الحلقات الاربعة كان فيه وقت زيادة وامور ما الها داعي كان ممكن اختصارها وتسريع الاحداث نوعا ما بصراحة انا شخصيا كنت متوقع ان الحلقة الرابعة تكون افضل من هيك بكثير مثلا بدل ما نشوف احاديث ما الها داعي ومكررة بين اي بيان ايثن وجولي اخته كان ممكن ان نشوف مثلا تبثا تشوف اطفالها لانه كان فيه وقت اصلا بالحلقة وصحيح انه متفهم انه تبثا دخلت على منزل وكان اطفالها بمنزل ثاني لكن اقل ما فيها فرجونا انها بتسأل عن اطفالها ولا صار لفترة غايبة عنهم ما سألت عنهم بالمرة وما فرجونا انها سألت عنهم اون برأيك من ممكن انه 45 دقيقة تكون حماسية كلها مش جزء منها لانه انا شخصيا ما شفت اي هدف قصصي او اي لزمي للرصاصة الطائشة اللي طلعت من الشرطية وصابت البنت لفي المنزل سوى ضعت وقت الحلقة لا اكثر حتى حديث فيكتور ما سارعا رغم من وجود اشياء جميلة فيهم وعبرة مثل لما حكالها انه كان هنتي اخت زي ما كان هنتك اخ لكن انا ما قتلتها فحبيت اللقطة لانه عبرت عن براءة فيكتور لكن الحديث اجمالا كان ما فيه معلومات مهمة وما كان فيه شيء مع انه كنا منتظرين نشوف شيء اكثر من هنا بس هون لابد ان اوقف واسأل سؤال بيفتح باب النظريات والتساؤل ليش طفل دل رداء الابيض طلب من فيكتور يجمع الاشياء الثميني للموتى او اللي ماته بالقرية وكيد حبيت كيف جاد اخيرا بيفتح قلبه لكيني وكريستي وبحكي له مع الهلاوس اللي بمر فيها وبشوفها وكيد كمان بنشوف تبثة بتحكي لجم بكل شيء ما الان خليني ارجع لبداية الحلقة فبداية الحلقة لابد اني احكي انها كانت رهيبة بكل تفاصيلها من غربان من منظر الشجرة لمسكر الطريق وحتى التلفونات اللي بطت تشتغل بسيارة الاسعار في رأيي تفاصيل المشهد كان جميل جدا وحتى التفاصيل او تعابير وجه الشرطية الجديدة كانت معبرة جدا من الطبيعي هون انه نشوف تبثة بتحاول تحكي لهم ما يتراجعوا ما يعملوا لبراسهم بس اكيد ما رح يردوا عليها فزي ما حكيت قبل شوي بداية الحلقة رهيبة وبالاخص بعد مشهد الاسعاف بنشوف مشهد اخر مشهد ايثن لما يحكي مع الطفل على التلفون بيحكي له الطفل انه لدك جاي بالاسعاف لازم تساعدها لكن هون في سؤال حابة اسألكم اياه هل اللي في الصورة هاي هم فيكتور وصارة ومين راسمها فاذا راسمها ايثن او فيكتور من الواضحة رسموات بتعبر عن احداث قادمة وهون بيحصورة بنشوف الطفل اللي على التلفون بيستفز جم بشكل كبير جدا بشكل قوي جدا انه اطفاله لم يعودوا اطفالك بعد الان برايه هاي تعبر انه الاطفال حاليا ملت لهالقرية الملعونة ونرجع هون لمشهد فيكتور مع سارة في شيء مبهم بهالحديث برأيه لما فيكتور حكالها انه هون للقصص العادية اما التسوية او القبو للاسرار انتوا شو رايكم بهالجملة وكمان لابد انيحكي انه لفت انتباهي لما كان راندل مع بويل بالباس وحكاله انه الوحوش عندهم روتين معين وعادة معينة كل يوم بيعملوا نفس الشيء برأيي بدعم نظرية انه فيه حدا بتحكم بهالوحوش هل ممكن فعلا قصة مسلسل تكون عبارة عن تجربة او محكاة او ممكن تكون الدمية اللي اسمها جاسبر ملعونة وهي اللي بتتحكم بالوحوش بهالقرية نسبة هون جاسبر زي ما بنشوف هو دمية خاصة بكريستوفر اللي صابه نوع من جنون بعد ما شاف الرمز اللي شافه جيت بالموسم الثاني بها الصورة بنشوف انه جاسبر بحكي نوعا ما عن رغم انه دمية فهل فعلا صابتوا لعنة وصابوا شيء معين لهالدم هون نرجع للوحوش اللي زي ما عرفنا بهالحلقة انه لهم روتين معين يوميا لكن بهالليل يتغير هالروتين فبنشوف كمان بهالحلقة انهم صاروا يخططوا وعارفين بالاسعاف اللي جاي لانه فعليا بنشوف وحشة بشرية مادة حالها وعمل حالها انهمية على الطريق لحتى توقف الاسعاف الشيء هون بدعم عدة نظريات اولها انه ممكن تكون احد هاي الوحوش البشرية هو المسيطر او هو الشيطان الرئيسي وهو اللي بيحرك الوحوش او ممكن تكون القرية الملعونة نفسها هي اللي بتختار الاشخاص اللي بدخل للقرية او ممكن تكون قصة عبارة عن محاكاة او تجرب للاسف مع نهاية الحلقة الرابعة ما زالت الاسئلة تكثر بدون اي اجوبة وبنشوف انه فاطمة بدت تتحول لوحش او اللي بداخلها عبارة عن وحش فعليا لكن قبل ما اختم حاب بعلق عالصورة او اهل مشهد ليش الوحوش البشرية قامت بتشويه راندال وخلت عايش وما قتلوه هلا حتى تصير فثني بهالقرية خاصة لانه زي ما شفنا بويت تركوا الموت بعيدوا بكرروا بزيد انه المسلسل او موسم كان مفترض تكون سبع او ثمان حلقات اكبر نصرت لنهاية الفيديو اكبر کمان متابعكم باكم باسم والسلام